الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم الحمد لله واشهد أن لا إله لله واشهد أن محمد عبده ورسوله الكحل هو الذي يوضع في العين والحقنة هي التي تدخل لداخل الجسد من طريق الدبر وما يقطر في الإحليل أي الذكر الرجل ومداوات المأمومة والجائفة هي الجروح التي تكون على الرأس أو تكون في الجسد مأمومة في الرأس والجائفة في الجسد فإذا عالجها بدواء معين فإن هذا الدواء يدخل إلى داخل جوفه ذكر المصنف أن هذا مما تنازع فيه العلماء نعم قال فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك وهذا رأي الشيخ ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك نعم قبل أن نقرأ كلام الشيخ أريد أن نبين رأيه الشيخ بتعليله لأن بعض الفروع المبنية على تعليله تغيرت بتغير وقتنا الشيخ يرى أن جميع هذه المنافذ لا تكون مفطرة ما لم يكن المنفذ الذي أوصل إلى داخل الجوف هو الفم أو الأنف فغير هذه المنافذ ليست مفطرة إلا في حالة واحدة وهذا الحالة مأخوذة من تعليل الشيخ في كتبه ولم يذكرها نصا لأنه ربما لا يتصور لها صورة في وقته وهو إذا كان هذا الذي دخل من غير الفم والأنف الذي سبق الاستدلال عليهم في الدرس الماضي إذا كان مغذيا بحيث أن الجسد يقوم بهذا الداخل ويستغني به عن الأكل والشرب هذا الآن موجود عندنا المغذيات التي تدخل عن طريق الجسد من أنواع السكريات من الجلوكوز وغيرها التي تجعل مغذيات طبية وغيرها فهذه مغذية للجسد وتجعل الشخص في نشاط وقوة فهذه على قاعدة الشيخ وإن لم ينص عليها تكون مفطرة وهذا الحكم أخذ من تعليله في أكثر من موضع وإن كان هنا أطلق لعدم تصوره شيئا يكون قائما مقام الأكل والشرب من حيث التغذية يدخل من غير طريق الفم والأمث فإن الصيام من دين المسلمين نعم طبعا هذه القاعدة دائما يكررها الشيخ تقي الدين في قضية الشيء الذي وجد سببه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة إلى تبينه ولم يبين فالأصل أنه على القاعدة الكلية وهي البراءة والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يرويه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة قال أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان حدثنا معبد بن هودة عن نبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائب قال أبو داود وقال يحب بن معين هذا حديث منكر قال المنذري وأبد الرحمن قال يحب بن معين ضعيف وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه من الذي يعرفه لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه نعم هذا الحديث طبعا وقبل هذا الحديث قول الشيخ رواه أبو داود في السنن ولم يرويه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا في سائر الكتب المعتمدة الشيخ له طريقة فيما يرويه أهل الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربع ومسند أحمد يقول هذه الكتب الستة والسبعة التي جمعها أو جمع أحاديث الأحكام فيها بدقة متناهية المجد بن تيمي في المنطقة يقول قل ما يوجد حديث محتاج إليه ليست في هذه الكتب ونبح لهذا في أكثر من موضع من كتبه أن غالب الأحاديث التي يحتاج إليها الناس موجودة في هذه الكتب فإنهم علماء اجتهدوا في جمع أحاديث الأحكام كلها وأيضا له رأيي أن ما رواه الشيخان فإنه يكون من باب المتواتر أو المستفيد بل يرى أن كل ما في الكتب الستة هو من باب المستفيد وصل مرحلة الاستفاضة إلا إذا كان قد أعل وكتب الستة كلها تكلم على أسانيدها وأما مسند أحمد فإن أحمد قد جعل له شرطا نبه الشيخ في أكثر من موضع على شرطه وابن الجزري له كتاب في بيان شرط أحمد ومثله أبو موسى المديني نعم ذكر الحديث ثم ذكر أن أبا داود أعلى بنقل كلام يحب المعين أن هذا الحديث منكر قال رحمه الله وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بمالك قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني عيني أفأكتحل وأنا صايم قال نعم قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وفيه أبو عاتكة قال البخاري منكر الحديث والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابعا المصنف لم يذكر الكحل أنه ورد فيه الحديث متقدما وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس وأقوى ما احتج به قوله طبعا القياس هو أنه دخل شيء له جرم إلى داخل الجوف وبعضهم عبر بالمجوف وأقوى ما احتج به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا تكون صائمة قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه حشو جوفه مثل اليد مثل العروق مثل نحو ذلك والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشوح رشحا فالداخل يحليله كالداخل إلى فمه وأنفه يعني هم يقولون أن تجويف الأنف والفم من الظاهر ليس من الباطن وأما المثانة التي تصل يعني تخرج البولع من طريق الأحلين فإنها باطن لكن وصول شيء إليها عن طريق التنقيط في الأحلين لا يفطر لأن المثانة تطرد ولا تجذب مثل الأمعا نعم والذين استثنوا الكحل قالوا العي ليست كالقبل والدبر ولكن هي تشرب الكحلة تشرب الكحلة كما يشرب الجسم الدهن والماء نعم بمعنى أنها لا يصل للجوف والذين قالوا كحلي فطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه يحس بطعمه حتى يتنخمه الصائم لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها إن الأحكام الشرعية كلها بيّنتها النصوص أيضا وإن دل القياس الصحي على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية طيب نقف هنا بس أنا عندي فائدة هذه الكلمة وهي قوله إن الأحكام الشرعية كلها بيّنتها النصوص أيضا هذه مسألة مشهورة جدا حيث أن بعض الأصوليين مثل إمام الحرمين زعم أن النصوص الشرعية لا تفي بالأحكام الشرعية وقد قال في كتاب البرهان وقد علم أن النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار الأحكام هذا الكلام الذي اشتهر أو اشتهر عن إمام الحرمين وتداوله كثير من الأصوليين بعده أنكر كثير من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين في أكثر الموضع ويقول ليس بصحيح بل إن النصوص الشرعية بيّنت كل شيء من الكتاب والسنة ما فرطنا في الكتاب من شيء بل إن الشيخ يقول إن القرآن بدلائله القريبة أو البعيدة تدل على جميع الأحكام وله أكثر من قاعدة باستدلال على ذلك مثل آيات المواريث قال إن جميع أحكام مواريث مواردة في آيات القرآن ولكن الاستدلال قد يكون صريح نصي قوي جدا وقد يكون دون ذلك وقد يكون خفيا بعيدا لكن يعرفه أهل العلم منه آيات ومحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لأن من القرآات الوصل فالراسخون في العلم يعلمون وذلك قال وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دلت عليه النصوص دلالة خفية قوله دلالة خفية عائد للنصوص فقد تدل النصوص على شيء دلالة خفية والقياس دلوا عليه فيكون مؤيدا له فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد ونحن نعلم أنه ليس بالكتاب والسنة ما يدل على يفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه فعلمنا أنها ليست مغطرة الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة غير الخمس ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مضنة خروج الخارج نعم يعني عند الفزع العظيم يعني الهلع فإن الشخص عادة إذا يعني هلع نسميه قمص فإنها يعني ربما خرج منه بول أو خرج منه ريح ومع ذلك هو مضنة وليست كل مضنة تنزل منزلة المائنة ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمرأة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك نعم أما الذين خالفوا فإنهم يقولون أنه خارج من أحد السبيلين فدل ذلك على أن كل قياس في مقابل نص ملغي بل أمر الحيض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق والوجوب إنما يكون بأمره لسيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل وقرها على ذلك فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه وأما الوجوب فلابد له من دليل هذا يدل على الشيخير أن الفعل ومثله الإقرار على الفعل الذي هو مذهب الصحابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الدالة على الوجوب إلا بقرينه وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون وتيقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصال ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضي من ذلك نعم طبعا هنا بس باب التنبيه الشيخ تكلم عن هنا عن قضية الخارج من الجسد من غير السبيلين من النجاسات ولا يصدق الله على أمرين على الدم وعلى القيم فأما الدم فالشيخ لا ينازع أن الدم نجس لم ينازع في نجاسة الدم بل إن نجاسة الدم حكى إجماع عليها جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وابن المنثر وابن حزم مع ظاهريته فإنه حكى الإجماع على ذلك أي نجاسة الدم وإن من نزاع القوي الذي خالف فيه المصنف كون الدم الخارج ناقض الوضوء ولو كان كثيرا نعم هذا الذي فيه نزاع قوي وأما النجاسة فإن النزاع فيه ضعيف جدا أو شاذ وحكى الإجماع من كبار أهل العلم على اللاخلافة فيه أقول هذا لما لأن كثير من طلبة العلم يخلط بين المسألتين فيجعل نجاسة الدم هي نفسها كون الدم ناقض الوضوء والحقيقة أنهم مسألتان مختلفتان تماما وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضع من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك بل مراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه عن تعبير مصنف ولم ينقل عنه مسلم يعني قصده سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابعي تابعيا بحيث أنه يكون إما متصل أو مرسل وهذا التعبير ولم ينقل عنه مسلم وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة نعم طبعا الشيخ يرى أن لبس المرأة لا ينقض الوضوء خلاف عبشور المذهب إلا في حالة واحدة وهو إذا خرج منه مذي فإنه إذا خرج منه مذي فإنه قد انتقض وضوءه بالخارج والآية يحملها على الجماعة كما سيأتي وكذلك يرى الشيخ في أكثر من موضوع من كتبه أن مس الذكر ليس ناقض للوضوء وبناء على ذلك فيرى أن الحديث من مس ذكره فليتوضى محمول على الندب لأن الأمر حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب معا فنحن أتينا بحقيقته وعلى وجهه لكن على وجههم متردد فيهما هل مطلق مس الذكر ناقض الوضوء أم إذا مسه بشهوة وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضى وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر فالتوضو عند تحرك الشهوة من جنس التوضو عند الغضب وهذا مستحب لما في السنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفع النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضى وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار والوضوء يطفعها فهو يطفع حرارة الغضب والوضوء من هذا مستحب وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضى فإن النار تطفع بالماء وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره نعم أولا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار وجاء في الحديث العباس كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار مفهوموا أن هناك كان أمر سابق هذا الأمر السابق لأهل العلم فيه توجيهان من أهل العلم من يقول إنه منسوخ ومنهم من يقول ليس منسوخ فإن الأمر الأول حقيقة في الندب فقوله ترك لا يدل على أنه كان واجبا وإنما كان مأمورا به فيكون مستحبا والذين قالوا بالنسخ يقولون إن نسخ الوجوب لا يمنع الاستدلال بالحديث في مطلق الأمر فلا يمنع الاستدلال بالحديث على الإباحة ولا بالحديث الذي فيه صيغة الأمر على النتب وإذلك سواء قلنا إنه منسوخ الحديث أو ليس منسوخا ففي كلا الحالتين نقول إن الوضوء الوضوء مما مست النار أي بعد الطعام الذي طبخ فإنه وخاصة إذا كان لحما ونحوه فإنه بهذه الحالة يكون مندوبا سواء قيل بالنسخ أو عدمه والشيخ عنده قاعدة يحاول أن يقلل المنسوخ قدر الاستطاعة ويرى أن الأصل أننا لا نحكم بالنسخ بالمعنى المتأخر له المتقدمون مثل أحمد كما نقل الأثرم يطلقون النسخ على تقييد المطلق وعلى تخصيص العام فيقول يجب أن لا نحكم بالنسخ إلا بما ورد النص الصريح بكونه منسوخا هكذا لأنه إبطال عمل بدليل ورفع لحكمه فلابد من النص الصريح على ذلك وكذلك قال رحمه الله وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروضه ليس بنجس فإن هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملؤة من أبعارها فلو كانت بمنزلة المراحيذ كانت تكون حشوشا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها فكيف وقد ثبتت الأحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن إبل فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار بل كما أمر بالتوضي من لحم الإبل وقال في الغنم إن شئت فتوضى وإن شئت فلا تتوضى وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطانا وقال الفقر والخيالا في الفددين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم فلما كانت الإبل فيها من الشيطانة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضي من لحمها فإن ذلك يطفئ تلك الشيطانة ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة نعم هذه قاعدة عند الشيخ في قضية العلة في بعض الأحكام هناك بعض الأحكام فيما يتعلق بالطهارة والصلاة سنتذكرها الآن بسرعة بعض العلماء قال إنها لا علة لها فهي غير معللة بمعنى أنها تكون قاصرة فتكون تعبدين تم حظة وبعضهم عللها بتعليلات بعيدة رتب عليها أحكاما وبعضهم مثل الشيخ جعل علة أخرى وهو أن العلة أنهاني الأمور كلها أماكن لاحتضار الشياطين ورتب على ذلك أحكام منها أن وجوب الوضوء من لحم الإبل لأجل هذا المعنى ووجوب غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم لأجل هذا المعنى فإن غسل اليد لأن الشيطان كما جاء يعقد على قفل آدمي إذا نم وكذلك قد يكونوا على يده ومنها أيضا قضية الصلاة في الحمامات والمزابل وقارعة الطريق فإنه يرى أن قاطعة الطريق أيضا أماكن لاجتماع الشياطين وهكذا نعم ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن إبل والصلاة على أرض نجسة ولم يرد في الحشوش نص خاص لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصل فيها وكانوا ينتمون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى مع أنه قد روى الحديث الذي فيه أن نهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطيق معاطن إبل وظهر بيت الله الحرام وأصحاب الحديث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النهي نعم وهذا هو المذهب أن كل السابق مواضع نهي لكن على الخلاف في التعليل ومنهم من يقول لم أجد في هذا الحديث ولم أجده في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا من لم يثبت هذا الحديث طبعا ممن لم يثبت هذا الحديث الترمذي في السنن فإنه ضعف هذا الحديث قوله ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا يعني لا أدري من يقصد الشيخ لكن ربما هو كلام الموفق فإن صاحب الإنصاف حكى الخلاف في هذا المسأل عن الموفق ومن تبعه ولم أجد مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب كره أي أحمد نقله عنه ابن عبد الله طبعا كرهه وآمر بإعادة الصلاة نعم فدل على أن الكره هنا بمعنى منع للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه ابو داود نعم جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت أصلي بأرض خسف بها وبناء ذلك فكل أرض عذاب فإنه منهي عن الصلاة فيها سواء كانت في مكان أو في آخر وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره يعني يقول أن ذكر هذه الثلاثة فقط نص علي أحمد والباقي سكت عنها مع أنها في معنى والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث نعم قد يولده بالقياس على موارد النص الذي ورد في أعطان الإبل وما في معناها وقد يثبته بالحديث الذي سبق الاختلاف في صحته وتضعيف كالترمد عندما ضعفه ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق وبيان الفارق من حيث أن يأتي بعلة تظهر الفرق وأيضا المنع قد يكون منع كراها وقد يكون منع تحريم دعم هذه حجة للمخالف الشيخ لا يرى هذا الشيخ لكنه يذكر توجيههم أنهم يقولون أنه لو ثبت المنع فإن المنع حينئذن قد يكون منع كراها وقد يكون منع تحريم وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى طبعا هنا بس فائدة قول المصنف أن الخرقي هذه الثلاثة ذكرها الخرقي وغيره الحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبت بالقياس على موارد النص الخرقي إنما ذكر هذه قالوا لأن أحمد نص عليه لأن قال ابن الخرقي لا يذكر إلا ما نص عليه أحمد وعنده قياسات لكنها قليلة ليست كثيرة وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمة ذلك فمعلوم نعم هنا مسألة لا بد من بيان الرسول ولا بد أن تصل هذه الأحاديث لهذه الأمة بطريق أو آخر إما مسندا إما مرسلا إما حكما وهو الإجماع وإن لم يصلنا مستنده لا بد أن تصل الأحكام للأمة لا يمكن أن تخفى عن الأمة جميعا فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسار والبخور والطيب فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الإفطار بغيره نعم لو كانت هذه الأمور تفطر لها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كذلك صدقت فلما لم يبين ذلك علم أنه من جلس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد وأجسام فعن المذهب أن البخور إذا تعمد استنشاقه أفطر نص عليه في كشاف بناء على أصله وكذلك في المنتهى فالبخور قد يفطر على مشهور مذهب عندنا المتأخرين وأما الشيخ يرى أنه ليس من فطر المطلق والدهن قد يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة فلما لم ينهى الصائم عن ذلك تل على جواز تطيبه وتبخيره وإدهانه وكذلك اكتحاله وقد كان المسلمون في عده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد يجرح أحدهم إما في الجهاد إما في غيره مأمومة وجائفة مأمومة في رأسه والجهاد في البدنة فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا نعم هذه القاعدة التي استخدمها الشيخ كثيرا ما يكررها وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم التبين فيما تعوم به البلوى يدل على أن هذا معفون عنه وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفون وهذا الحقيقة من الأدلة الجيدة التي تدل على التسير في الشريعة وعدم الإغال في الأقصى الضعفة الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع وإما أن يعلم أنه لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع وهذا القياس هنا منتفل نعم يقول لابد لإثبات أما النص وهذا غير موجود أو القياس القوي ليس مجرد الشبه فإن الشبه ضعيف وكثير من أهل العلم يرى ضعفه وعدم احتجاج به فيقول أن إثبات التفطير إما أن يكون بقياس علة بإثبات العلة الجامعة المستوفية لشروطها أو بإلغاء الفارق القياس بإلغاء الفارق وهو أقوى من القياس العلة وبعضهم يرى أن القياس بإلغاء الفارق يعني دلاته أقوى بكثير لكن بشرط أن يكون إلغاء صحيحا لا مجرد دعوة وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله رسوله مفطر هو ما كان واصل إلى دماغ أو بدل أو ما كان داخلا من منفذ أو واصل إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاوين هي مناط الحكم عند الله ورسوله ويقولون إن الله ورسول إنما جعل الطعام والشراب مفطر لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحر ومن الحقنة والتقطير في الإحلين ونحو ذلك وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطر لهذا قولا بلا علم وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز نعم كما قال الله حز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك منار طبعا المشترك هذا مصطلح يصطلح بعض متأخرين العلماء الجدد ويقصدون بالمشترك العلة يسمونه المشترك العلة ومن اعتقد من العلماء ويستخدم الشيخ هذا المصطلح المشترك في رده على النسفي في كتاب تبين الرجل العاقل نعم ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحة أو دلالة لفظ على معنى لم يريده الرسول وهذا اجتهاد يثابون عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها يعني الشيخ يقول في هذه الجملة أن من أخطأ من أهل العلم في ذلك وهو قول كثير من العلم وهو مشهور من المتأخرين فهم مأجورون على اجتهادهم وظنهم وهم يعني بنوا على ظن عندهم ولكن الصواب على خلافه وهم مثابون على ذلك ولكنه ليس مقطوعا به يجب على كل أحد أن يأخذ به الوجه الرابع أن القياس إنما يصحه إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الحكم لم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلابد من السبر فإذا كان في الوصفان مناسبان لم يجز أن يقال الحكم بهذا دون هذا نعم هذا الوجه الرابع قال شيخ أن القياس إنما يصح أي شرط صحة القياس إذا لم يدل الشارع على علة الحكم يعني يقول شيخ أن العلة في القياس إما أن تكون منصوصة عليها من الشرع وهذا لا كلام فيه ونص الشرع إما أن يكون بالنص الصريح أو بالإيمة أو بالإجمع الإجمع في معنى المنصوص وهذا أخرجها الشيخي فيتكلم عن العلة المستنبطة قال إذا سبرنا الأوصاف فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين أحد مسالك العلة يسمى السبر والتقسيم وهو أن الشخص يعرض جميع الأوصاف المحتملة أن تكون عللا ثم بعد ذلك يسبرها بعد تقسيمها بأن يخرج ما لا يصلح أن يكون علة لسبب أو لآخر إما للنقض أو لغيره وهذا معنى قولة إذا سبرنا فيلزمنا في العلة المستنبطة أن نسبر جميع الأوصاف جميع الأوصاف هذا يكون جمعها بالتقسيم ثم سبرها فإذا لم نجد ما يصلح للعلة إلا وصفا معينا أي واحدا فإننا ننيط الحكم به ثم قال وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطلد عند من يقول به أحيانا العلة يكون مسلكها المناسبة وهي الحكمة المترتبة على مشروعية الحكم والاستدلاب المناسبة وإن لم يكن موجودا في كلام القاضي بيعلى كما مر معنا إلا أنه يذكره كثير من متأخري من أصحاب أحمد والدوران الذي هو الوجود عند الوجود والفقد عند العدم أو انتفال الحكم عند العدم أو الشبه المضطلد الشبه المضطلد هذا ضعيف جدا لذلك قال عند من يقول به أي عند من يقول شبه المضطلد فلابد من السبر في جميع الأحوال لا بد من السبر فإذا كان في الأصل وصفاني مناسبا لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا هذا تسمى العلة المركبة بحيث أن يكون أحد الوصفين يكون جزءا للعلة فحينئذ ما تصلح العلة إلا أن تكون مركبة من الوصفين معا فلذلك لا بد من وجود الجميع هذا المقدم أصولي والآن بدأ يطبق الشيخ ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضع عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم وهو قياس ضعيف نعم بدأ يذكر وجه ضعف القياس فقال وذلك لأن من نشق الماء بمن خريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه لا كما يدعي بعضهم أنه يصل إلى دماغه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء نعم إذن هذا المقصود هذا العلة التي ذكرتها في أول مبحث الشيخ أنه ينظر لما يغذي البدن إذا كان مغذي البدن واستكفي به عما يعتاده من الطعام والشراف فإنه يكون مفطر ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدنه في معدته كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جس الشرب نعم فالشيخ يقول أنه لو لم يرد النص بأن الماء الذي يدخل من طريق الأمث مفطر فإننا يمكن أن نأخذه من طريق دلالة العقل لأن الله عز وجل يقول فاكلوا واشربوا وهذا في معنى الشرب بدليل نفي الفارق ذكر نفي الفارق فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم نعم والنتيجة واحدة يصل إلى المريء ومن المريء إلى المعدة وذلك غير معتبر بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر نعم فهذا الجانب الذي فرق بينهما فيه في ذاته غير مؤثر لأن تجويف الفام وتجويف الأنف من الظاهر وليس من الباطن فلا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره إلا إذا وصل إلى الجوف وهو المريء فما دونه بل هو طريق إلى الفطري نعم وليس كذلك وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفيه ولا فمه وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فازع فازعا أو جب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعيدة والدواء الذي يصل إلى المعيدة في مداواته طبعا قوله تصل إلى المعيدة هي تصل إلى الأمعاء الحقنة تصل إلى الأمعاء مباشرة ولكنها لا تصل إلى المعيدة لكن لو فرضنا أن بعض الحقنة تكون مغذية فحينئذن تكون مفطرة طبعا الاحتقام في زمننا هذا كثير جدا التحميل احتقان المنظار الطبي الذي يكون عن طريق الدبر احتقان كذلك فكل هذه يسمى احتقانا والدواء الذي يصل إلى المعيدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى فتركوا الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا الكحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق من الماء لأن الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم نعم يقول الشيخ قوله في الجنة الأخيرة وهو متولد عما الضمر هنا يعود إلى الماء الذي يدخل إلى الجوف من طريق الأنث وهذا ملخص كرام الشيخ أن جميع المداخل التي تؤدي إلى الجوف ليست بمفطرة إلا أن يكون الذي أدى إلى الجوف هو الفم أو الأنث فقط لأنه يسمى أكلا أو ملحق بالأكل وما عداه فليس كذلك إلا ما كان مغذيا وهذا يفهم من تعليله وإن لم يكن صرح بهذا الاستثناء لعدم تصوره وجود هذا الشيء لكن من تعليلات الشيخ واضحة أن المغذي كالإبر المغذية تكون مفطرة طبعا من مفهوم كلام الشيخ أيضا أن جميع الإبر الآن التي تدخل تحت الجلد سواء كانت في العضل أو كانت في الوريد كلها ليست بمفطرة خافضة الحرارة والإنسلين وإبر الأدوية جميعا كلها ليست بمفطرة إلا أن تكون مغذية نعم هذه الإبر لابد أن تذاب أحيانا في محاليل عضوية إما سكريات أو غيرها فهذه وإن كانت نسبةها قليلة لكن ليست مغذية لكن عندما تكون أصل الحقنة مغذية أصل الحقنة بأن تكون مغذي يدخل إلى جسده كثير من السكريات التي تغذي البدن فهذه فيما يظهر أنها تكون مفطرة وبعض الناس وبعض الناس يجلس أياما على هذه المغذيات لا يأكل من فيه شيئا البتة ولا يدخل حتى من أنف شيء فدل على أنها مفطرة لا شك فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصن الثابت بالنص والإجمع فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف معارض معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا نعم يقول الشيخ معنى هذا الكلام يقول أنتم ذكرتم وصفا ونحن ذكرنا وصفا آخر والوصف الذي ذكرتموه من الأسئلة والقوادح فيه المعارضة فإن من قوادح العلة المعارضة وقوادح القياس والدليل المعارضة ومعلوم أن جميع القوادح تعود إما إلى المنع والمعارضة فهو من أقوى الأسئلة المتجهة إليه فيقول الشيخ أنها يجب أن يجاب عن هذه المعارضة وإلا فإن علتكم تسقط قال رحمه الله الوجه الخامس أنه ثبت بالنصي والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين ولهذا قال فضيقوا مجاريه بالجوع وبعضهم يذكروا هذا اللفظ مرفوعا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار صفيدة الشياطين فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفيدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره ولم يقل أنهم قتلوا ولا ماتوا بل قال صفيدة والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان فهو بحسب كمال الصوم ونقصه فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص فهذه المناسبة ظاهرة في منع فهذه المناسبة ظاهرة في منع صائمين المناسبة هي الحكمة المناسبة هي الحكمة هنا هذا الدليل سدل الشيخ على المعنى بمقصده الحكم بمقصده وحكمته والاستدلاب بالحكمة والمقصد واضح في طريقة الشيخ جدا وهذا واضح في استدلالات حتى يعني أصولي حتى إن أصولي الحنابل لما يتكلمون عن تخصيص العام بالمقصد يذكرون أن خالف في هذا من أصحاب أحمد أبو البركات وحفيده فالشيخ من الذين يعنون بالتعليم بالمقاصد مع تخويفه من التوسع في إثبات المقاصد بالخرص والضن بل لابد أن يكون يعني البحث في المقاصد دقيق وإلا يعني يتساهل فيه الشخص فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب والحكم ثابت على وفقه وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره وهذا المنع منتفن في الحقنة والكحل وهذا المعنى وهذا المعنى المعنى شيخ وهذا المعنى منتفن في الحقنة والكحل وغير ذلك نعم يعني المعنى له العلة التي أوردها فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما وكالدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصير إلى المعيدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن نعم يقول الشيخ ليس كل ما دخل إلى الجوف وتحلم في أجزاء البدن فإنه يكون مفطر فالحقن مثلا لا تدخل أنا أظهر في من باب الاستثار فكرة أن الحقن التي تأتي عن طريق الوريد تدخل مع الدم وتختلط بالدم فتكون جزءا منه ومع ذلك نقول إنها لا ينتفع بها البدن انتفاع الغذاء في ذلك لا تفطر هل شيخ لا يفهم من كلام الشيخ أن وصول الشيخ إلى المعيدة من كلامه أنه لا يفطر بل لا بد أن يغذي هذا من الإشكالات التي سيأتي في أكل التراب والحصى سيأتي إن شاء الله وهذه من سأتأسى أن نعلقها بعد قريب فإن قيل ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحلة والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن يعني هو البخور كما تقدم معنا المذهب أنه يفطر إذا تعمد استنشاقه وكان له جرم وأما الدهن فلا شك أنه ليس بمفطر لأنه يدخل من طريق الجلد وفتحات الجلد نعم تصل للجوف ويمتصه الجسد وإذا هناك بعض الأدهان والأدوية تجعل على الجلد بل إن بعض المهدئات للصداع تجعل على هيئة لصق على الرأس فهذه وإن كان يمتصها البدن لكنها ليست مفطر عند الجمهور ويستحين في المعيدة دما وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة وهذا موجود في محل النزاع والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات فينقيد هذا تطبيق يعني هذه المسألة أصولية أيضا وهي قضية تنازع الأصول فإذا تنازع الفرع الواحد أصلا مختلفان فننظر لأكثر الأصول شبها به فيلحق به وهذا يسميه الفقه بشهادة الأصول شهادة الأصول فينظر ما هو الأكثر شبها وهنا يأتي دقة المعرفة الأوصاف المؤثرة في الشريعة التي لا يعرفها إلا من ارتاض كما عبر غزاري وغيره ارتاض في أهل الأحكام الشرعية ومعرفة العلم والمناطات فينقيل هذا تطبيقه المعيدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا فكان منعه في الصوم عن هذا أو كد لأنه ممنوع عنه في يبدو أن عندي يختلف اللي عندك عندي بما يشبهه من الصفات أي كلمة قبلها بسطرين لا ما عندي فيلحقوا قال والفرع قد يتذالبه أصناني فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع لا عندي ليسا طبعا عندي ومسقط سطران بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاءا نافعا فقال قيل نعم هذا أصبح جوابا له قيل هذا تطبخه فإن قيل هذا تطبخه المعدة لا قيل على طول هذا جوابه هو قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص فهو كما لو أكل سما أو نحوه بما يضره وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومارضة فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي الصوم أوكد وهذا كمنعه من الزنا فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أو لا هذه مسألة التي استشكلها بعض طلبة العلم ومشايخنا بالمنطبقة المشايخ عليهم ورحمة الله كان يقول أن كلام الشيخ في رسالته هذه رسالة حقيقة الصلاة وفي موضع آخر قد يوهم أن الذي يفطر هو ما دخل إلى المعدة مما يغذي كما تفضلت بالسؤال شيخ وبناء ذلك فيقول أن الأدوية لا تفطر والحصى لا يفطر ومثله الآن المنظار الطبي لا يفطر ربما التحريف أو السقط الموجود في بعض النسخ هو الذي جعل عدم وضوح الفكرة الشيخ صرح هنا بأن كلما دخل إلى المعدة ولو كان حصى فإنه يفطر ولذلك على ذلك قال بأنها تطبخه المعدة ويستحيل دما لكنه غذاء ناقص أي ضر مثل التراب التراب عندما يأكله الشخص قد تستفيد منها الجسد بعض اليود مثلا بعض النواع التراب استفيد من هيود ولكنه قد يكون ضارا وإذلك قال هو كما لو أكل سما ليس مباحا وإنما ضارا مع ذلك يفطر بإجمع كما لو أكل سما ونحوه مما يضره وهو أيضا بمنزلتي من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا هو غذاء لكنه في الحقيقة انقلب في حال ذلك الشخص إلى ضرر فكان منعه من هذا أوكد يعني إنه منع من المباح النافع فمن باب أولى أنه يمنع من الضار كالسمي والترابي والطيني وغيره فهذا كلام الشيخ صريح بأن كل ما دخل إلى المعدة من الطريق المعتاد وهو الفم أو الأنف فإنه يكون مفطرا سواء كان مغذيا أو غير مغذ لأن غير مغذي بطريقا أو بآخر المعدة لها خاصية في هضمه ونحو ذلك فإن قيل فالجماع مفطر هذه العلة منتفية فيه قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى قياس بل يجوز أن تكون العلل مختلفة فيكون التحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة وتحريم الجماع والفطر به لحكمة والفطر بالحيظ لحكمة فإن الحيظ لا يقال فيه إنه يحرم وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والشرب وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيظ كذلك تنقسم عللها نعم مؤدى هذا الكلام أن الشيخ يقول إن الحكم الواحد قد تكون له أكثر من علة لإثباته هذا غير العلل المركبة العلل المركبة أن الحكم الواحد له علتان كل علة جزء لإثبات الحكم فلا يثبت إلا بمجموعها هنا نقول أن الحكم الواحد له أكثر من علة مثلا القتل هو حكم علته قتل المسلم عمدا وهو القصص علته الثانية الحرابة علته الثالثة الردة وهكذا من العلل فبين الشيخ أن الفطر حكم لكن قد تكون له أكثر من علة من علله الحيظ وخروج الدم من علله الجماع من علله أكل المغذي أو دخول المغذي فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال مني يجري مجرى الاستقاء والحيظ والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب المناسبة لا من باب العلل العلل هي الجماع مفطرة ولكن هذه المناسبة وعندنا أيضا يتكلم في الأصول أن هل لابد أن تكون العلل الشرعية فيها مناسبات المذهب نعم أنه لابد أن تكون فيه مناسبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على ترك معتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس بصاطها هو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجريه فإذا أكل أو شربا بصطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات فهذا المعنى في الجماع أبلغ فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار ووجب عليه العطق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع لأن هذا أغلط وداعيه أقوى والمفسدة به أشد فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع أم هذا والحكمة طبعا عندنا دائما في إنارة الحكم الأصل أن الحكم ناط بالوصف الذي هو العلة يجب أن تكون وصفا والعلة تكون مجتملة على حكمة الأصل أن العلة يجب أن تكون مجتملة على حكمة فإن لم يوجد وصف فيجوز إناطة الحكم بالحكمة لكن بشرط أن تكون الحكمة منضبطة فإن لم يمكن إناطة الحكم بالحكمة فإنه يناط حينئذ بالمظنة أي مظنة الوصف إذن هذا هو الترتيب الوصف ثم الحكمة ثم مظنة الوصف مظنة الوصف وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغي فذاك حكمة أخرى فصار فيهما كالأكل والحيض وهو في ذلك أبلغ منهما فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس يعني هو يقول شيخ أن هناك قاعدة عامة تشمل هذه الثلاث فأراد أن يثبت ذلك إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال وقال أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما يفتر يوما ولا يفر إذا لاقى فالعدل في العبادات من أكبر مقاصر الشارع ولهذا قال تعالى يا أيها الذين أمن لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم من ربا وقد نهوا عنه فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وإلا فإذا أمكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لعادلة نعم هذه علة نبه عليها الشيخ وهذه العلة بنى عليها أحكام في الشيخ يرى أن المنع أو المفطرات في نهار رمضان في الصيام نوعان إما داخل أو خارج فالداخل الذي يفطر هو الذي يقول بدن وهو المغذي أو ما في حكمه الأكل والشرب أو المغذي هو في حكمه الذي يصل إلى داخل الجسد وأما الخارج فالذي يفسد هو الذي يضعف البدن وبناء على ذلك فيقول إن الجماع وإن تعمد نزول المني وهو الاستمنى والحيظ والنفاس كله دم خرج من البدن ويضعف البدن فحينئذ يفسد الصيام وهذه القاعدة التي قالها الشيخ طبقها على الحجامة فعلّل الحجامة بخلاف المشهور وسيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ما يتعلق في الحجامة إن شاء الله قال والخارجات وسنقصد أن أبين أن الشيخ إذا ذكر قاعدة وقياسا طرده وهذه من الميزات الحقيقة في فقه الشيخ أبي العباس تقي الدين أنه مع تعظيمه للأثر وعنايته به وتقديمه على كل شيء إلا أنه يعمل القياس معه والقياس الذي يعمله ينظر لجميع الصور الذي هو السبر والتقسيم للصور وللعلل كذلك فيطرد القياس وذلك عنده أن كلما كانت العلة مخصصة كلما كان هذا ضعف فيها والخارجات نوعان نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره فهذا لا يمنع منه كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه وكذلك الاحترام في المنام لا يمكن الاحتراز منه وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعيدة وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعيدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر طيب قبل أن نصل الدم بقي أمر ربما لم يرده الشيخ هنا ولا أدري هل سيرده أم لا وهو قضية المذي فتعمد خروج المذي مشهور المذهب أنه مفسد للصوم لعموم الحديث يدعو طعامه وشهوته وأما الشيخ فالذي نقل عنه أنه يرى أن تعمد خروج المذي لا يفسد الصوم لأنه ليس في معنى المني لأن المني يضعف البدن بينما المذي لا يضعف البدن وقد كان علي رضي الله عنه رجلا مذاء وهذا قوله من حيث القياس واضح لقاعدة ذكره أم من حيث النص فإنه يرى أن عدم ورود النص وليس في معنى النص خروج المني في معنى النص لكن المذي ليس كذلك والدم الذي يخرج بالحيظ فيه خروج الدم والحائظ يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوّل بدن الذي هو مادته وصومها في الحيظ يوجب أن يخرج فيها دما فيه دمها الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخرج صومها عن الاعتدال فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيظ بخلاف المستحاضة فإن المستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القي وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن احتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيظ كل هذا شرح وتطبيق وطرد لقاعدته وذكر جميع الصور وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر السائم أم لا؟ نعم أولا الحجام ورد فيها حديثنا بسيطة الله سلم أفطر الحاجم والمحجوم صحاها وأحمد وغيره ومشهور المذهب خلافا للجمهور أن الحجام مفطرة لكنهم يرون أن العلة توقفية أو تعبدية بمعنى الأصحب علة قاصرة ومعنى ذلك أن كل فعل سمي حجامة فإن الفاعل يكون مفطرا سواء كان هو الحاجم أو المحجوم وما لم يسمى حجامة كالفصاد فإنه لا يفطر لخروجه عن الاسم لأن العلة قاصرة وذلك التعليل بالاسم عندهم قاعدة أن التعليل بالاسم صحيح وغالبا ما يكون التعليل بالاسم علة قاصرة اختار الشيخ تقيدين أن العلة متعدية وليست قاصرة وهذا هو الأصل وجعل التعدي بالعلة التي أوردها قبل فيما يتعلق بخروج المذر والمضعف للبدن فالشيخ يرى أن العلة في خروج الدم المفطرة هي أن يخرج دم كثير قصدا فتعمد خروج دم كثير يضعف البدن بينما تعمد خروج دم قليلا يضعف البدن مثل بثرة يحكها المرأة فيخرج الدم فيها تعمد لكنها دم قليلا ولا يضعف البدن فالحجامة تفطر وما في حكم الحجامة مثل التبرع بالدم وهكذا وقال الحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوب كثيرة قد بيّنها الأئمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر الفقهاء الحديث كما أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه بن خزيمة بن المنذ وغيرهم وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخصوا الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ لأن الجمهور على خلاف ذلك وإنما فقهاء الحديث يسمىهم الشيخ كلهم على أن الحجامة مفطرة إعمالا للنص والذين لم يروا إفطار المحجوم يحتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم قال أحمد قال إيحب بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم لم يسمع الحكم حديث مقسم لم يسمع الحكم حديث مقسم مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم خاصة أن الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في سفره يعني لا يبتدئ الصيام في سفره وإنما كان يصوم في السفر إذا ابتدأه مقيما قال ابو هنة سألت أحمد عن حديث حبيبي من الشهيد عن ميمون بن مهران علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح وقد أنكره يحيب بن سعيد الأنصاري قال الأثرم سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام منتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك وقال مهنة وقال مهنة سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخره فقال هو خطأ من قبل قبيصة وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله قال مهنة سألت أحمد عن حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم صائم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم ذكره سفيان عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه هو محرم وعن طاووس وعطائم مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري المسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم وتأولوا حديث الحجامة بتأويلات ضعيفة تأولوا الذين يقولونها لا تفطر كقولهم كانا يغتابان وقولهم أفطر لسبب آخر وأجود ما قيل ما ذكره الشيخ وغيره إن هذا منسوخ وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره إن هذا منسوخ فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه ومحرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان وهذا أيضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرام سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان طبعا عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة طبعا لصحب التشديد الجعرانة والجعرانة ويقول أن أهل الحديث نطقهم يختلف عن نطق الفقه فيها والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم فإنه كان عام فتح بلا ريب هكذا في أجول الحاديث وروا أحمد بإسناده عن ثوبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم وقال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعة عن الشداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم وقال تلميذي سالة البخاري فقال ليس في هذا الباب صح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت ما فيه من الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماع عن ثوبان عن أبي أشعث عن شداد الحديثين جميعا قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين الذي رواهما أبو قلابة إلى أن قال ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسماء وثوبان ومولياه طبعا عندك قبل ومما يقوي ثم قال لا لا ومما يقوي أن وش قبلها إلى أن قال طبعا هنا النسخة التي معك فيها سقط شيخ أو نقص واختصرها النسخ في حدود أربع صفحات كبير جدا كبير جدا نعم ففي بعض النسخ خطية فيها أكثر أو أو دخلنا مش اللي معك أنا أغلبها نقولات نعم ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أحمد أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وذكر أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم إلى أن قال ثم اختلفوا على أقوال أيضا نختصر هنا شيئا كثيرا يعني يمكن الأقوال التي تلكها قبل قريب لا أحدها سقط واجد والله نعم ثم اختلفوا على أقوال أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم لدي بقية صفحة طيب لدي كم بقية خمص صفحات طيب نأخذها على حسب اللي معاكي شيخ جال أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم نعم هذه مسألة مهمة شيخ في قضية الحاجم والمحجوم أن الفقه الذين ذكروا أن الحاجم يفطر وبعضهم يقول أن المحجوم هو الذي يفطر ذكر المصنف أن أصحاب أحمد وغيره اختلفوا على أربعة أقوال القول الأول الذي أرده أنه يفطر المحجوم دون الحاجم وذكر المصنف أن هذا قول خرقية أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخراقي لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه طيب يقول إن الخراقي ذكر في مختصره أن المحجوم هو الذي يفطر لأنه نظر للمعنى وأن المحجوم موجد منه خروج الدم وأما الحاجم فلم يوجد منه ما يكون سببا للفطر لا خروج ولا دخل ولذلك استشكله بعض أهل العلم في معنى إفطاره وقول المصنف لكن المنصوص عن أحمد أي المنصوص صريح عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين بأنه يفطر بالحجم وبكونه محجوما والمشهور أيضا أن كل من سمي حاجما إذا فعل الحجامة في النهار فقد فسد صومه سواء كان فعله بالمص أو بغير المص وأما إن كان فعله لا يسمى حجامة كالفصد فإنه لا يفطر وهذا بناء منهم على أن العلة قاصرة وأن العلة هي الإسم فقط نعم والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم الذي يحتجم ويخرج يحتجم الذي يحتجم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالاقتصاد ونحوه بالافتصاد بالافتصاد ونحوه طبعا الفصد ما هو هو شق العرق بموس ونحوه فيخرج الدم الفاسد بعض الناس يفصد في اليد وبعض الناس يفصد في الرأس فصد الرأس يعني خطير فيخرج دم فاسد كثير جدا فالمشهور عند المذهب أن الفصد لا يفطر لأنه لا يسمى حجامة والحديث قاصر على وصف الحجامة لأنه لا يسمى احتجاما نعم وهذا قول قاضي وأصحابه فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون نعم في نوع أنه شرط الآذان من غير مص شرط الآذان بجانب الحجامة التي تكون في القفى من غير مص لأن الأذن ما تمص فليس فيها ما يقتضي المص فهل يكون ملحقا بالحجامة أم ملحقا بالفصد قال تنازع فيه المتأخرون فبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي نعم يقول كما يقول شيخنا باتبار ما شيخة العلم وإلا فإن الشيخ لم يدركه لم يدرك أبو محمد المقدسي أبو محمد المقدسي توفست 120 أبو محمد المقدسي اللي هو قدامه لعله كما يقوله الشيخ أبو محمد المقدسي ممكن ممكن ما أدري أن لا أعرف المخطوط وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فليس منهم من خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكره كما ذكروا الفصاد فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب لأن قال والرابع هو الصواب واختاره طبعا قال والرابع هو الصواب هذا الثاني طبعا عندي سقط صبحتان لأن إلى أن قال ثم اختلفوا أليس هذا نقل هذا نقل من البتين قول الثالث ما سقط عندك قول الثالث ساقط عندك نعم صحيح نعم إلى أن قال والرابع طبعا إلى أن قال عن الشيخ تقيد أن الناس اختصر وهو الصواب والرابع هو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره أنه طيب قوله واختارها أبو المظفر ابن هبيرة ابن هبيرة هو شيخ ابن الجوزي وهو كبار صحاب أحمد وقد ولي الوزارة وهو الوحيد من الحناب الذي ولي الوزارة للدولة العباسية والوزارة يعني هو الآمر بعد الخليفة مباشرة وذلك سماه الوزير العالم لفقهه العادل لأنه مات رحمه الله تعالى ولم يخلف مالا مع أنه ولي الوزارة وهو أكبر منصف الدولة بل ذكر عن نفسه أنه لم تجب عليه الزكاة فإنه كان يخرج أمواله ويتصدق بها في كل سنة نعم أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما نعم ذكر ذلك في كتاب الإفصاح وكتاب عظيم جدا وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد في الفصاد شرعا وطبعا وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حظ على ما في معناها من الفصاد وغيره لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البلد فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواه في الشتاء وتبرد في الضيف كما تسخن الأجواه في الشتاء وتبرد في الصيف فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة حجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل نعم الشيخ يقول أن الحجامة والفصاد حكمهما مواحد لكن الحجامة تصلح البلاد الحارة كالجزيرة العربية وأما الفصاد فيكون البلاد الباردة ولا ينفع أهل البلاد الحارة وإنما يكونوا كذلك طبعا ملخص الكلام أنه مر معنا أن العلة في الحجامة خروج دم كثير قصد وبناء على ذلك في الشيخ يرى أن الفصد والحجامة وقصد الرعافي لمن عبث في أنفيه وقصد إخراج دم كثير بالتبرع فإنه يكون مفطرا لأنه إخراج دم كثير لضعف البدن وأما الحاجم فالمذهب كما مر معنا علته قاصرة فكل من سمي حاجما فإنه يفطر بذلك سواء مص أو لم يمص وأما الشيخ فإنه يرى أن الحديث أفطر الحاجم العلة فيه مظنة وصول النجاسة إلى فمه فإن الحاجم يجذب الدم بقوة شديدة جدا بفمه ومن فعل ذلك فإنه يدخل الدم إلى فمه وربما وصل إلى جوفه وإذلك يرى أنه يفطر بهذا المعنى وبنانعي فلو حاجم بآله مثل آلات الشفط الآن فإنه لا يفطر على اختيار الشيخ وقال هناك الفطر الذي يصل للجوف بالدخول وأما على المذهب فإنه يفطر ولو سحبه بآلة كهربائية ونحوها وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جسد الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستقاءة وبالاستملاء وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه وأنما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمضنة كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري فيؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيئا من الدم معريقه إلى بطنه وهو لا يدري والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لمفيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحذور فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقل ضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتفن فيه فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجم طبعا الشارط في الفست لأنه يشترط بنحو يعني موس ونحوها وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر نعم مثل الآن الحواجم الكهربائية هذه أو بالشفط والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد وإذا كان اللفظ عاما وإن كان وهذه القاعدة المشهورة ذكرتها في أول الدرس وهو تخصيص العموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقصوده هذا من باب تخصيص العموم بالمقصود والحقيقة أن فقهاء الحديث عليه وإن كان قاضي أبو يعلى نفى التخصيص بالمقصود مع أنه ما جزم قال يحتمل فقط والذي يصححها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وجده أبو البركات والزركشي وغيره وذلك الأقرب أن مذهب أحمد التخصيص بالمقصود وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصته شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر نوعي للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق اليمين يعني وأدى هذا الكلام لما تكلم عن قضية التخصيص العام بالمقصود بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك شرط للتخصيص بالمقصود وهو أن لا يكون هذا التخصيص يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا على زمانه أو على شخصه صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا التخصيص بالزمان أو الشخص أو المكان أيضا يبطل ويرفع الحكم فيكون كالنسخ والنسخ يحتاج إلى دليل بينما التخصيص والمقصود هو جعل قيود معينة هذه القيود توضح فهم هذا النص وهذا كلام شيخ يقول وإذا كان النفظ عاما وإن قصده شخصا بعينه يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه شخصا معينا فيشترك في الحكم سائر النوع فلا يخص الحكم بالشخص وإنما بالنوع الذي يشبه هذا الشخص فننظر للأوصاف الموجودة في الشخص فنقيد بها اللفظ العام لا أننا نخص الحكم بهذا الشخص فقط دون قيلة فإنه حينئذ يكون مثابة الرفع الحكم قال للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد ثبت في حق جميع الأمة هذا قاعدة الشرعية العادة يعني القاعدة الشرعية أن ما ثبت في حق واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يثبت في حق الجميع والأصوريين يذكرون حديث باطل لا أصل له حكمي على الواحد حكمي على الجماعة هذا حديث باطل لم يثبت نبه عليه بن مفلح نبه عليه بن عبدالهادي وقالوا أن هذا من خطأ الأصوريين نعم فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل والله أعلم نعم يقول فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه فلا نظر للعموم فقط بل لا بد من نظر المعاني وهذا كما ذكرت تقرير للقاعدة المهمة ذكرته وهي تخصيص اللفظ العام بالمقصود هذه الرسالة تعتبر خلاصة كلام وقواعد الشيخ تقييد دين في مسألة مفطرات في الصيام لعلي ألخص كلام الشيخ باختصار شديد الشيخ تناول في هذه الرسالة المفطرات وبين أن هذه المفطرات تنقسم إلى نوعين باعتبار الدليل فمنها ما هو ثابت بالإجماع أو النص الصريح وإن كان فيها خلاف فإنما ثبت بالنص الصريح وإن كان فيه خلاف مقدم على كل شيء والنوع الثاني هو الذي فيه أقيسة وهذه الأقيسة غالبا ما تكون ضعيفة وليست قوية والذي ورد به النص أو الإجماع هو الأكل والشرب والجماع وخروج دم الحيض والقي والحجامة فكل هذه ورد بها النص أو الإجماع ومع عد ذلك إنما هي أقيسة مثل المنافذ الأخرى التي تؤدي إلى البدن ثم بيّن الشيء قاعدة مهمة جدا في أن هذه المفطرات ترجع لمعنى المعنى الأول أن ما دخل إلى البدن مما يقوي والقاعدة الثانية أن ما خرج من البدن مما يضعف فهو الذي يفطر وفصل الأول وقال إنما يدخل للبدن إن كان من طريق المعتاد وهو الفم أو الأنف فإنه إذا وصل إلى المعدة فإنه مفطر وإن كان غالبا لا يغذل إنه يستحيل إلى الغذاء وأما ما دخل من غيره فلا يفطر إلا أن يكون مغذيا وأما الخارج المضعف للبدن فيقول الشيخ إنما خرج ولم يكن مضعفا للبدن مثل الفضلات من البول والغائط والدم اليسير فهذا لا يفطر وكذا ما خرج مما لا يمكن التحرز منه ومثل له بالاحتلام فإن الاحتلام ونحوه لا يفطر وما عد ذلك فإنه يكون مفطرا ثم بنى على هذا المعنى والمقصد الشرعي الثنائي جميع الأحكام في المفطرات وهذا يؤيد ما ذكرته في أول الدرس أن الشيخ يطرد القياس وكان يرى أن القياس بمعنى الشمولي ليس الخاص بقياس العلة فقط بل بمعنى الأشمل أن القياس كلما كان غير مخصص ولا مستثنم منه فإنه في هذه الحالة يكون أكمل وأدق وأن طريقة الكمال الفقه في كل مسألة بعينها كلما كان قياسهم غير مستثنم منه كلما كان أسلم بحمد الله نكون قد أنهينا رسالة الشيخ وإن كان في آخرها قرأنا المختصرة الموجودة في مجموع الفتاوى فأسأل الله عزيزي للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم مباركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين